يسوع يتكلم بسلطان في هذا الموضوع لكل شخص لا يقدر قيمة الكلام يمكن أن تسمع وصل الحال فيك مثل ما كان بولوس الرسول في منطقة أفسوس لما كان يحاج في المجمع ثلاثة شهر لكن لم يقنعوا وصل الوضع أنهم شاتمين الطريق يعني كان يجتفوا يعني بدل من أن يخلوا كلمة الله تتعامل معهم صار يجتفوا على كلمة الله مثل ما سفر الأمثال صح 26 بقول كما يعود الكلب إلى قيئه هكذا الجاهل إلى حماقته الكلاب والخنزير هي التي تصخر وترفض وتبغض بل بيصل الوضع فيها تجدف على الإنجيل طبعا بهاي الحالة بقولك رب يسوع ما تستمرش بتقديم الإنجيل لشخص عم وقح عم بيستهتر لشخص مش عم بقدس الكلام وبيهتم في قدسية الكلام لأن الطبيعي لا يفهم ما لروح الله